اشتركوا في القناة سلال من دخول ولايات الاوراس ويطالبون بمحاكمته دعم المترشح بتفليقة يحدث شرخا في منتدى رؤساء المؤسسات واستقالات في صفوفه حصيلة ثقيلة جراء تجدد المواجهات في غردايا وعجز السلطات في حفظ الامن الى تفاصيل في اطار الاستعداد للانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية بدر عبد الملك سلال خلال تجمع للمنظمات الطلبية في القاعة البيضوية باطلاق جملة من الوعود لصالح الشباب كتوفير السكن لخارجي الجامعات ولم يفوت الفرصة في مهاجمات الحراك الرافض للعهدة الرابعة وتحفيز المشاركين في الايطلاع بمهمة التحسيس باهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كما تهكم مدير حملة متفليقة عبد الملك سلال على المطالبين بالتغيير من خلال الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر ووصف سلال ما يحدث بالربيع العربي بالبعوض وقال ربيع العربي نموس ولن يستطيع الدخول الينا واذا حاول ذلك فعندنا مبيد الحشرات للقضاء عليه كما انتقد من وصفهم بالخصوم وتهمهم باستغلال بعض التصريحات التي بدرت منه الجمعة وصنفت أنها إهانة لأحدى مناطق الشرق الجزائري بالإضافة إلى التصريح المقيت لعمارة بن يونس الذي شمت في المعارضة بالقول ينع البل ما يحبناش واستنشف الجمهور من كلام سلال أن المرشح عبد العزيز بوتفليقة لن يستطيع تنشيط حملته الانتخابية بنفسه مضيفا أن بوتفليقة معروف وإنجازاته واضحة داخليا وخارجيا وأنه لا توجد دولة في العالم حققت ما حققته الجزائر في 15 سنة في مجال التعليم العالي في أول رد على تصريحات الفجة الصادرة عن مدير حملات بوتفليقة ورئيس الحكومة المستقبل حادثا عبد المالك سلال نظم العشرات من المثقفين والأطرات ونشطاء في جمعيات وتنظيمات بباتنا صباح أمس احتجاجا بوسط المدينة لتعبير عن رفضهم ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة كما رددوا عبارات منددة بعبد المالك سلال بعد التصريح المهين لمنطقة الشاوية وقد عرفت هذه الوقفة حضورا مكتفا لعناصر الأمن من جهته طالب تفيق روابح أحد نشطاء المجتمع المدني بمنع سلال من دخول مدينة باتنا محذرا بأن مجيئه في فترة الانتخابات إلى هذه الولاية وغيرها من ولاية الأوراس قد يشعلوا فتيل الأمن الاجتماعي بالمنطقة مبرزا في سياق ذاته أن تصريحات عدد من المسؤولين في أعلى هرم السلطة أصبحت تشبه كثير كلام المنحرفين في الأزقة والشوارع وقال أحد ممثلي حركة العروش بولاية باتنا إن هناك تنصيقا بدأ صباحة أمس مع أبناء الحركة على مستوى ولاية أم لبواقي وخنشلة بغية تنظيم مسيرة اليوم للتنديل بتصريحات سلال التي قال إنها مسيئة للمنطقة ولتاريخها وأن الحركة ستنضم إلى المطالبين برفع دعوة قضائية ضد هذا الشخص الذي تجاوزت تصريحاته الخطوط الحمراء لا زال الجدل قائما حول دعم رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات التجارية المرشح بتفليقة وتمويل حملته الانتخابية حيث فندى رئيس المدير العام عمر بن عمر عضو منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية أن تكون أشغال الجمعية العامة الاستثنائية للمنتدى المنعقد نهاية الأسبوع قد تعرضت لأي نوع من أنواع الضغط والتعصف لإرغام الأعضاء على دعم المترشح رئيس عبد العزيز بتفليقة لعهدة النرابقة بالمقابل استقال أم سليم عثماني من المنتدى بسبب ما أسمه خرقا للنظام الداخلي وفي رسالة وجهها إلى رئيس المنتدى رضا حمياني برر عثماني تنحيه بخرق النظام الداخلي لمنتدى رؤساء المؤسسات وأقحامه في دعم انتخابي واضحا أن موقفه لا يصب في إطار استحداث جبهة لمعارضة مترشح ما للرئاسيات القادمة بقدر ما هو موقف وفاء لمبدأ لم يكن لديك موجها خطابه هذا إلى رئيس المنتدى رضا حمياني الشجاع كرئيس منتدى أن تدافع عنه مبديا إحباطا تجاه إضعاف هذه الهيئة عوض تقويتها في أعقاب تجدد المواجهات في غردايا علم أن وزير الداخلية اجتمع بولي غردايا ومسؤولي أجهزة الأمن حيث تقرر إرسال عشر وحدات جديدة من قوات مكافحة الشغب هذا وقد طلب مواطنون من ضحايا أعمال العنف والتخريب في غردايا في شكوى جديدة بتغيير طريقة تعامل قوات مكافحة الشغب مع مجموعات الملاثمين واستعمال العنف ضد الحشود التي تعتدي على الأشخاص والممتلكات وقال البيان الذي صدر مساء يوم الجمعة إننا نفهم طريقة تسيير الأزمة بغردايا بأنه قرار من الحكومة بالتخلي عن سكان مدينة غردايا فيما قرر تجار غردايا تنفيذ إضراب جديد مفتوح وعمد عدد كبير من التجار إلى ترحيل بضائعهم من المحلات القليلة التي سلمت من أعمال النهب والتخريب والحرق وقد فاق عدد الجرحى الذين أصيبوا يوم الجمعة فقط 150 بعضهم إصابتهم جد خطيرة وبهذا الخصوص ندد عدد من الأئمة بحالة الرعب التي ينشرها منحرفون في أحياء غردايا وسيطرتهم على الشوارع وأفادت مصادر من الولاية عن قتل ليلة أمس شخصان في غردايا ونقلت مصالح الحماية المدنية جثتهما إلى مستشفى ترشين إبراهيم بوسط المدينة وكشف مصدر من مصلحة الاستعجلات أن الشخصين وصل إلى المستشفى في حالة وفاة بعد إصابتهم بطلقات نارية فيما تم استقبال شخص ثالث مصاب بجروح خطيرة ويجهل لحد الساعة مصدر إطلاق النار وإن كان سبب الوفاة ناجم عن رصاص حي أو مطاطي مشاهدين ودائما نذكركم باستمرار اعتقال كل من المدون عبدالغاني علوي لليوم 181 والمدون عمر فرحات لليوم الثالث والثلاثون على الثواني إليكم كاريكاتورة اليوم اخترناها لكم من مختلفية صحف الوطنية يمكنكم زيارة صفحة القناة راشد دوت تيفي وكذلك صفحتنا على الفيسبوك ولتساؤلاتكم واقتراحاتكم وبعثكم سواء الأحداث من حولكم رسلونا عبر صفحة القناة بهذا مشاهدنا نصل إلى ختم نشرتنا النهار اليوم شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة